دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبزم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصدى في الأمور والاعتنان مع العشر الأول منزل حجة مع أفضل أيام الله تعالى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر يعني العشر الأول منزل حجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الجهاد في سبيل الله وهو أفضل الأعمال قد يكونوا بالنفس وقد يكونوا بالمال وقد يكونوا بهما معا وهذا أعلى الضرقات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة بيّن صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح أي عمل يقوم به العبد في هذه العشر من أحب الأعمال إلى الله تعالى الله عز وجل يضاعف للعباد الحسنات في هذه العشر سواء كان هذا العمل صلاة أو صدقة أو حتى صيام ولذلك الكثير من المسلمين يصومون في هذه الأيام لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على صيام يوم عرفة ولذلك هذه الأيام العشر فيها أفضل أيام الله تعالى على الإطلاق فيها يوم التروية يوم الثامن منزل حجة وفيها يوم عرفة التاسع وتختتم هذه العشر بيوم النحر يوم العيد يوم الأضحى يوم القربان يوم عيدكم الأكبر يوم التروية اليوم الذي يستعد فيه الحجيج لأداء مناسك الحج يخلعون ملابسهم ويرتدون ملابس الإحرام يوم عرفة الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وقال فيه صوم يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة ثم يأتي يوم النحر يوم النحر ويوم الأضحى لأن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى بذبح ونحر الهدي والأضاحي الهدي للحاج والأضاحي لغير الحاج والأضحية إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأضحية فيها توسعة على الأولاد وعلى أهل البيت الأضحية فيها الصدقة على الفقراء والمساكين والأضحية لا تكون إلا من الأنعام الإبل والبقر والأغنام وإن كان هناك بعض العلماء ذهبوا إلى أن الأضحية تجزئ من الطيور لكن هذا الرأي ضعيف فالأضحية لا تجزئ إلا إذا كانت من الأنعام ولا بد أن تكون سليمة من العيوب لأن العبد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالشيء الطيب والشيء الحسن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وعلى قدر ما يقدم العبد لله تعالى على قدر ما يكون الثواب والجزاء لك بكل قطرة دم حسنة ولك بكل شعرة حسنة ما أعظم هذا الأجر وما أكثر هذه الحسنات التي يعطيها ربنا تعالى للعباد في هذه العشر وقد اشترط العلماء سناً لكل أضحية فإذا كانت من الإبلي أن تكون قد بلغت خمس سنين وإذا كانت من البقر تبلغ من العمر سنتين أما الأغنام فهي سنة وفريق من العلماء يفرق بين الضأن والماعز قالوا بأن الضأن ستة أشهر والماعز سنة لأن الضأن يطيب لحمه قبل الماعز إذن العبرة بطيب اللحم ولذلك هناك جدال يحدث بين كثير من الناس في سنة الأضحية هذا هو الأصل الأضحية ككل سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق القادر من أداها أجر ومن تركها فلا إثم عليه ومن العلماء من قال أنها واجبة ولكن الصحيح أنها واجبة إذا كانت نذرا وكذلك إذا اشترى الإنسان شيء من الأنعام ونوى بهذا الشيء أنها أضحية أصبحت واجبة لا يجوز له أن يتحول عنها لغيرها لذلك الحكمة بطيب اللحم ومن هنا قال العلماء يشترطوا فيها أن تكون سليمة من العيوب فإذا كانت عوراء بي عورها أو عرجاء بي عرجها لا تجزئ ولكن أيضا هذه المسألة مسألة تثير الجدل والخلاف بين الناس بمعنى العبرة من ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والهزيلة لأن اللحمة يكون فيها قليل لكن العور إذا لم يمنع هذه الدابة من الأكل بحيث تحمل لحما كأخواتها أو إذا كان هذا العرج لا يمنعها من الأكل مع أخواتها بحيث تحمل لحما فلا يلتفت لهذا العور ولا يلتفت لهذا العرج إذن يجوز أن يضحي المسلم بالعوراء التي تحمل لحما وبالعرجاء التي تحمل لحما لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين كذلك يختلف الناس في مسألة توزيع الحية ويقولون على ثلاثة أقسام ثلث لأهل البيت وثلث هدايا للأقارب والجيران والأحباب والأصحاب وثلث صدقه على الفقراء والمساكين ليس شرطاً هذا لكن العلماء أخذوا هذه الأحكام من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم كُلُوا وَهْدُوا وَادَّخِرُوا وفي رواية كُلُوا وَهْدُوا وَتَصَدَّقُوا كُلُوا إذن لأهل البيت وَهْدُوا أي للأقارب والأحباب وَتَصَدَّقُوا أي على الفقراء والمساكين إذن من خلال هذه الرواية قالوا تقسم على ثلاثة أجزاء لكن إذا نظرنا إلى الرواية الثانية كُلُوا وَهْدُوا وَادَّخِرُوا إذن كُلُوا لأهل البيت وَهْدُوا لأقارب والأحباب وَادَّخِرُوا أيضا لأهل البيت أين نصيب الفقراء والمساكين إذن الحكمة من الأضحية هي توسعة على أهل البيت وكذلك أيضا للتقارب والتعارف بين الناس وكذلك أيضا للصدقة على الفقراء والمساكين لا حرج على أسرة فيها عدد كبير وذبح الذبيح واحدة ربما لا تكفيهم لو ادخروها وأخذوها كلها وأكلوها لا حرج ربما ذبح الواحد منا أضحية وأهداها جميعا للأقارب والأحباب وربما ذبح الأضحية وتصدق بها على الفقراء والمساكين فلا حرج فالأمر واسع لكن نحن نتحدث على سبيل الاستحباب الأولى والأفضل في الأضحية لذلك تختم هذه العشر بيوم النحر يوم الحضحة يوم العيد وهو يوم الفرحة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يوم العيد سمي بهذا الاسم لأنه يعود على العباد بالفرح والسرور ولأن الله تعالى يعود على عباده الصالحين بكثير فضله وإحسانه فعلى قدر إقبال العبد على الله تعالى على قدر ما يكون الثواب والجزاء من عند الله عز وجل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي يا مدام منا إزاك يا فضرتك الشيء الله يكرمك كل سنة وخضرتك طيب وحضرتك بالسحة والسلام فضلي أنا بسوم يوم عرفة فأنا عايزة سوم السنة دي أزود يومين ولا حاجة تاني فيعني أعيه أزاي يعني أنا من شعر عايزة تصومي بعد عرفة لا يعني قبل يوم عرفة بيومين يعني أصوم بدل ما بأصوم يوم عرفة بس أصوم قبلها بيومين وثلاثة أيام كده حاضر طب عندك سؤال تاني يا ممنة ربنا يخليك عايزة كده لي يا فضلت الشيخ ربنا يبرك لك أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يسر أمرك مدم منه بتسأل عن صيام زيادة عن يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه العشر ومن الأعمال الصالحة الصيام إذن ربما يصوم الإنسان من أول يوم ذي الحجة ويستمر الصيام وينتهي بصيام يوم عرفة إذا اقتصر على صيام عرفة فلا حرج وإذا صام الإثنين والخميس وعرفة لا حرج يتخير من هذه الأيام ما شاء للصيام فإن اقتصر على عرفة فقط لا حرج عليه وإن صام التسع لا حرج عليه لكن لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العاشر فيوم العيد يحرم صيامه ولكن إفطار هذا اليوم يعد من صيام العشر وتأخذ الأجر كامل إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام وفضلت الشيخ إزا حدثك؟ يا آن وسهلا فضلي يا مدام جينيه كل عام وحدثك بخير فضلي من فضلك الشيخة السؤال خارج عن الموضوع خالص يعني خير إن شاء الله دلوقتي لما مجي بقرة في المصحف بيبقى فيه الكلمة في المصحف يسمعها مثلا ويسجده أو يسجده تحتها خط تمام؟ فهو المطلوب في الوقت ده أنه طبعا يعني ألقع في الأرض بقول إيه طيب في الركعة دي مثلا ولا؟ في السجدة آه بقول إيه في السجدة دي حاضر بس كده؟ آه بس كده سنالشيخ عنية حاضر المدام دينا بتسأل بتقول أثناء قراءة القرآن بتمر على آية فيها أمر بالسجود وتيسيرا على القارئ وضع كتاب المصحف خط تحت هذه الكلمة حتى يتبين لهم أن هنا سجدة وعدد السجدات في القرآن الكريم أربعتاشر موضع وقيل خمستاشر موضع لأن هناك موضع في خلاف بين العلماء فإذا مر المسلم أثناء القراءة على موضع فيه سجدة يستحب له السجود فإن شاء سجد وإن شاء يستكمل القراءة لا حرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الناس وقرأ بصورة النحل ولما وصل إلى آية السجدة نزل ووقف وصف الناس وسجد وسجدوا معه الجمعة التالية قرأ نفس الصورة ولما وصل إلى آية السجدة استكمل وقال من شاء سجد ومن شاء لم يسجد هتقول إيه في السجود عليك بالدعاء أكثر من الدعاء قولي ما شئت بعد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ادعي بما شئت وما تريدين إن شاء الله أم زيادة تفضل يا أم زياد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا سمحتي شيخ أنا عايز أسأل سؤالي يعني خارج عن الموضوع أنا زوجي يعني ما أمرني أنه أتنمص يعني بس أنا مخايفة يعني أنه يتلقني بس مسمع كلامه يعني أنا عليه زنب لو أنا سمعت كلامه في الموضوع ده ولا نمص الحواجب يعني أه حاضر حاضر يا أم زيادة حاضرتك وحاضرتك سؤال تاني أنا دلوقتي صايمة وعايزة أعرف إيه الحاجات اللي بتفضل يعني عشانا نجلبها مبطلات الصيام حاضر عناية حاضر شكرا مبارك الله شكرا يا أم زيادة أم زيادة بتسأل عن التنميص والتنميص هو أخسي شيء من الحواجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة إلى آخر هذا الحديث وفيه والواشمة والمستوشمة وما إلى ذلك النامصة هي التي تأخذ من شعر الحاجب والمتنمصة التي تقوم بهذه العملية فإذا المرأة ربما تفعل لنفسها أو ربما تفعل لها أختها ولكن النمصة المحرم هو أخذ شيء من الحاجب أو إزالة الحاجب وبعد كده الستة بترسمه زي ماي عايزة لكن إذا كان هناك شيء زائد عن الأصل لا حرج على المرأة من إزالة هذا الشيء الزائد وإذا كان حاجب المرأة كثيف بحيث ينفر الزوج منها لا حرج أبدا إنها تزيل ما هو زائد عن الأصل لكن لا تأتي إلى أصل الحاجب فإذا أخذت من أصل الحاجب فهو تنميص لكن إذا أمرك زوجك بإنك انت تتنمص وتجيل هذا الحاجب لا امتنعي ولا تفعلي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وتنمص هذا معصية لله عز وجل ونكمل بعد ناديا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فبدال يا أفت نادي الله يكرمك طب يا شيف ليه عند حضرتك بس سؤالين الأول السؤال الأول يعني فيما ما نقبلش إنه نجيب أضحية ونقبح فهل ممكن الواحد يخرج عدد يعني كم تيلو كده عدد معين من اللحم وهيف أزقه ده يبقى على سبيل طبقة ولا سبيل يعني عدد معين من اللحم إزاي يعني تشتري لحم يعني وتوزعيه آه أيوان آه أيوان عدد معين كده يعني على قد الإيف كده ماشي تمام أوكي السؤال الثاني حضرتك هي معرفة هي قريبة يعني كناها جبلت شوية ونفتاكتهم عرفة بس هي مش قادرة فهلأ أجهالت نفسها وصمتها وهي بيكون طبعا بتعبنا جدا جدا هل هذا يجوز أم ما يجوز حاضر شكرا يا أبتنادي آه السؤال الثاني لأم زياد بتسأل عن هي صايمة وبتقول تسأل عن مبطلات الصيام مبطلات الصيام معروفة القيء عمدا آه أحيانا الإنسان بيبقى نفسه غم عليه فياخد دواء أو يشم حاجة أو يحط صبعه فيه فمه عشان يتقيع القيء هذا يعتبر قيء عمد يبطل الصيام آه كذلك أيضا نزول آه المني بشهوة وطبعا الجماع آه يبطل الصيام وهذه الأشياء معروفة ويعني تحدثنا عنها كثيرا في شهر رمضان المبارك آه الأخت نادية بتسأل بتقول أنا ما أدرش أشتري أضحية هل ممكن أشتري لحمه أوزعه أولا الأضحية لا تكون إلا بشراء شيء من الأنعام وزبحها على بنية الأضحية لكن لو أنا اشتريت لحم ووزعت حسب مخدرتي وحسب ظروفي فهذه تعتبر صدقة من الصدقات ولا تعد أضحية السؤال الثاني بتاع الأخت نادية بتسأل بتقول إن فيه ستة كبيرة لا تستطيع الصيام ولكن هل لو أجهدت نفسيها وضغطت على أفنسيها وصامت يوم عرف لأن أجره كبير ينفع أن أقول لك لا لأن الله تعالى رحيم بعباده لتنظر إلى نفسه هل كانت تصوم حال صحتها فإذا أفطرت وهي ضعيفة أخذت الأجر والثواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله وهو صحيح مقيم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أحبة في الله إذن موضوع العشر الأول منزل حجة أيام مباركة دعانا النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح فيها وهي الأيام المعلومات التي أشار إليها ربنا تعالى في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فهذه العشر هي الأيام المعلومات يأتي بعدها الأيام المعدودات لأيام التشريق تاني وتالت ورابع يوم العيد هذه الأيام الثلاثة اسمها أيام التشريق قال فيها صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى والتي أشار إليها ربنا عز وجل في قوله واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون تقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال وجعل هذه الأعمال الصالحة في موازين الحسنات يوم اللقاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة جدال فيه التوسط اشتركوا في القناة